إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معاني كيف يتلذد بقراءته ونقرأ في أول سورة النبأ الله سبحانه وتعالى ذكر نعمه التي أنعم بها علينا عندما قال ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجة وجعلنا نومكم سباتة استوقفني قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة ما معنى ثجاجة خاصة أننا لا نستخدم كلمة ثجاجة كثيرا في لغتنا التي نتحدثها اليوم معنى قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة واضح حتى من سياق الآية العام أن المقصود بها أنزول المطر يعني وأنزلنا من السحاب ماء غزيرا مصبوبا متراكبا هذا هو معنى ثجاجة لأن ثجة معناها صب بغزارة وهكذا كما تلاحظون إذا نزل المطر من السحاب فإنه ينزل بغزارة هذا هو معنى الثجة الثجاجة يعني الذي ينزل بغزارة شديدة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قال أن أحب الأعمال إلى الله في يوم النحر قال العج والثج فقالوا العج هو العج بالتلبية يعني الصدع بالتلبية ورفع الصوت بالتلبية والثج هو إراقة دماء الأضاحي والهدي فالثج لأن فيه جريان للدماء فكذلك قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة والمعصرات هنا من المفسرين منفسرها بالسحاب نفسه وبعض المفسرين يفسرها بالرياح كأن الرياح القوية التي تشبه الأعاصير تعصر السحاب فينزل منه هذا المطر الغزير المتتابع الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه ثجاج وجعله سبحانه وتعالى من نعمه العظيمة التي أنعم بها علينا عندما ينزل المطر الغزير فتروى الأرض وتزهر الأرض وتخضر الأرض وتجري الأنهار وهذا هو معنى إذن وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة وهذه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم إلا في هذه السورة في قوله تعالى هنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة ثجاجة ما معناها؟ أي غزيرا مصبوبا متتابعا هذا هو معنى ثجاجة والله أعلم